قصد تثمينها باعتبارها مدخلات أساسية في الصناعات التحويلية ولترقية اقتصاد البلاد وحماية البيئة تم تنصيب اللجنة متعددة القطاعات بولاية الجزائر المكلفة بتأثير وتنظيم حملة جمع الجلود الخاصة بعيد الأطحى المبارك لهذه السنة هذه العملية جاءت لكي تمكن المستثميرين العموميين والخواص خاصة منهم مؤسسة جي تيكس من أجل الاستفادة من عائدات عملية جمع الجلود ومن ضمن الفاعلين في هذه العملية مؤسسة النظافة لولاية الجزائر ناتكوم التي خصصت إمكانيات مادية وبشرية هامة لمرافقة العملية ناهيك عن جمع النفايات وضمان أحسن خدمة بكافة أحياء العاصمة عمل تحسيسي كبير أطلقته وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلانية بالتنسيق مع جميع الجهات الفاعلة والمؤسسات والجمعية المهنية الناشطة في المجال منذ أسابيع ليلقى تجاوبا كبيرا من طرف المواطنين أشاب حطيناهم وحدهم والأوساق يعني تعالى النفاية الداخلية تعالى الضحية وحدهم وبمناسبة لهذه العاصلة حطيناهم وحدهم هي حملة تأتي للمساهمة في ترقية الصناعات الوطنية للنسيج والجلد قصد تثمينها كمدخلات أساسية والمساهمة في الحفاظ على البيئة من خلال استرجاع هذه الثروة اشتركوا في القناة